مساء الخير اليوم سجلت السويد 25567 حالة مؤكدة بالكورونا ما عد حدا بالسويد تتحدث عن الأرقام القياسية المسجلة يوميا لأنها تجاوزت كل التوقعات وفاقت كل السيناريوهات الموضوعة مسبقا لهذا الأمر اليوم عالم الدولة للأوبئة أندش تيجنل صرح في مؤتمر صحفي أننا أمام سيناريوهين أحلاهما مر السيناريو الأول أنه ممكن تصل الإصابات خلال الأسبوع القادمة لكل يوم 47 ألف حالة بالكورونا والسيناريو الأكثر تشاؤما الثاني أنه ممكن تصل الإصابات لتسعة وستين أو سبعين ألف حالة يوميا هل سيناريوهات مبنية على مدى ونسبة تفاعل الجرعة الثالثة من اللقاح مع المتحور الجديد أوميكرون؟ أوميكرون هو الآن المسيطر على كل السويد وبذكر أن منظمة الصحة العالمية ذكرت من يومين أن نصف سكان أوروبا سيصابون بالكورونا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة نتمنى السلام لجميع خذوا مرة ثانية وثالثة وللألف احتياطاتكم ابتعدوا عن التجمعات الكبيرة ونسأل الله اللطف والسلامة والحفظ للجميع